كما هنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وبعث رئيس مجلس الوزراء أيضا ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم هذا وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري متمنيا دوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصب إليه من تقدم وازدهار